ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله كما كان متوقعا قررت السلطات المغربية إقصاء الموانئ الإسبانية من عملية عودة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج المعروفين باسم عملية مرحبا القرار جاء بسبب التوتر الكبير الذي تشهده العلاقة بين الرباط ومادريد حيث اختارت المملكة عدم التنصيق مع السلطات الإسبانية والاقتصار فقط على موانئ كل من فرنسا وإيطاليا كنقط انطلاق وعودة هذا ومن شأن هذا القرار أن يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لإسبانيا وشركاتها العاملة في مجال النقل البحري بين الضفتين على الخصوص حيث ستحرم من الرسوم المفروض على رسو السفن وكذا الضرائب التي تتضمنها تذاكر الصفار بالإضافة إلى المبالغ الهامة التي كان يصرفها أفراد الجالية الذين يعبرون التراب الإسباني سواء في الطرق السيارة والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب